المواجهة بين الموزاسوروس والتيريكس مواجهة تبقى غريبة نوعا ما انا مش عارف انتوا نجيبوا الافكار دي منين بس على الرغم ان المواجهة غريبة لكنها غالبا حصلت في الحقيقة لو حد هيقولي ازاي مواجهة زي دي هتحصل اصلا التريكس ده بيعيش في البر والموزاسوروس كان بيعيش في الميا فازاي مواجهة دي حصلت يعني لان في الحقيقة على رغم ان التريكس كائن بري لكن لما اكتشف الحفريات لقوا انها موجودة في كذا مكان مختلف فاستنتجوا ان كان بينزل للميا علشان ينتقل من مكان لمكان وغالبا كان بيسافر في مجموعات على الناحية التانية الموزاسوروس برضو كان بيطلع للسطح من وقت الوقت علشان يتنفس فالمواجهة دي بنسبة كبيرة حصلت وعلشان نعرف مين اللي هيفوز لازم نحدد بيئة المواجهة في الاول فاول افتراض هيقول لو المواجهة كانت في الميا يا طرى مين اللي هيفوز الموزاسوروس كان من اكبر الزواحف المنقردة طوله كان ضعف التريكس يعني ضرب الديله اكيد كانت قوية بس هو في الاغلب ما كانش بيستخدمه هو اعتماده الكل كان على الفك بتاعه المليء بالاسنان الحدة والموزاسوروس كان بيجتهم كائنات بحرية كتير ده حتى كان في مواجهات بين الموزاسورات وبعضها حرفيا كانت مدعكة اما سرعته في الميا كانت كبيرة كانت 48 كم في الساعة ودي هتعتبر من افضل مميزات اللي هتساعده في مطاردة التريكس في الميا بس هل الموزاسوروس هيسيب الحتان والاسماك والسلاح في العملاقة ويجي يتحدى التريكس في الميا الاجابة غالبا هتكون لأ لان كل الفرائس متاحة امامه فليه خاطر ويواجه التريكس اللي على رغم انه في الميا لكن هيقدر يدافع عن نفسه كويس بس لو افترضنا ان الموزاسوروس خلاص قرر ان يواجه التريكس هيحصل ايه؟ هيحاول الموزاسوروس ينقض على رجل التريكس من غير ما يتلقى ضربات لان ضربة رجل التريكس هتبقى قوية جدا بس الميزة انه هيكون بيتحرك بسلاسة اكتر في الميا فيقدر يوصل لرجل التريكس ويشل حركته وبعدها يقدر يلتهمه بس هيتأذى جامد جدا من ضربات التريكس فبدل كل ده كان بيستهدف الاطفال واجبة سهلة وسريعة ومن غير ما يتأذى فدي كانت المواجهة في الميا اما المواجهة في البر هتبقى حاجة تانية طبعا الموزاسوروس ما كانش عنده رجول كانت مجرد زعانف فهو هيطلع للسطح يتنفذ شوية بعد كده يضحرك نفسه وينزل للميا تاني ودي هتبقى الفرصة الوحيدة ان يكون في البر لو بقى التريكس لمح الموزاسوروس على البر هيعمل ايه؟ يا ترى هيكبر الدماغه زي ما الموزاسوروس عمل في الميا ولا هيستغل الفرصة؟ الاجابة هتكون هيستغل الفرصة ساعتها بقى المفروض لو الموزاسوروس لاحظ ان جاي عليه لازم ينزل في الميا على طول لانه لو منزلش التريكس مش هيخلي فيه حتة سليمة هتقولولي ازاي ده الموزاسوروس اكبر وكان فكه كبير جدا ومليء بالاسنان هقولكم بس هو كان متكتف مش عارف يتحرك فبالتالي التريكس هيديله كام ضربة برجله وكام عضة بعد كده بالهنة والشفة وليه مجبيرة ليه والعلته يعني ملخص المواجهة هو لو في المياه الموزاسوروس هيفوس بس بصعوبة لكن لو المواجهة في البر التريكس هو اللي هيفوس والمواجهة هتكون اسهل نسبيا وبس كده دي نهاية الفيديو فلو عجبكم ما تنسوش اللايك وقلولي في التعليقات عايزين نحط التريكس مع مين تاني واهم حاجة الاشتراك في القناة علشان نستمر في السلسلة دي من الفيديوهات سلام